معي عبر زوم الآن هنريك بيدرسن المدرب الحالي ليه نادي شيفلد الإنجليزي والمدرب السابق ليه فريق بيتسل الدنماركي اللي لعب ليه وسام أبو علي نجم النادي الأهلي الجديد اللاعب الفلسطيني الدنماركي يا فندم مش هرفني ومنورني على التلفزيون المصري برنامج رقم 10 شكرا جزيلا لك قبل ما سألك على وسام أبو علي تحديدا كونك دربته من قبل وهو منضم حديثة للنادي الأهلي المصري هسألك في البداية عن كأس الأمم الأفريقية هل تتابع البطولة؟ أنا كنت أتابع الفترة الماضية ولكن خصوصا ككشاف لنادية نعم نتابعها بالفعل خصوصا ككشاف لناديك هل تتابع ككشاف لناديك منتخب مصري تحديدا؟ هل تابعت فيها المباراة الماضية من موزمبيك؟ نعم لكن أنا آخر مرة تابعته كان في كأس العالم طيب هسألك على وسام أبو علي كونك دربته من قبل في الديرمارك رأيك إيه في مستوى وتوقعاتك لما يمكن أن يقدمه مع النادي الأهلي المصري؟ في رأيي الشخصي في وسام حينما أتى إلى نادينا الجميع كان يعرف أنه موهبة كبيرة ولكن الجميع أيضا كان يعرف أنه ولكنه ليس في أعلى مستوى له ولكنه كان لعبا واعدا وبالنسبة لي كانت قدرته غير محدودة وما يريده كان مهم جدا وبالنسبة لي وسام كان لعبا رائعا كان لديه المهارات والثمات الشخصية والفنية وإندمج مع الفريق وفلسفة الفريق بشكل سريع ويؤدي ما يريده المدرب خصوصا بكرة القدم هو مهاجم رائع في هذا الجانب لأنه وسام لديه جودة كبيرة ولديه الفعالية في المباريات هو فنشر رائع على مستوى الإنهاء هو جيد جدا في اللعب الجماعي ويناسب جميع الخطب بسبب مهاراتها الكبيرة ومن ناحية الشخصية أعتقد أن وسام شخصية رائعة هو يستطيع أن يتطور أصدق أن الأهل سيساعده أن يطور نفسه ويجب عليها أن يكون لعبا أقوى ليظهر مهاراته على الملعب ويحقق النجاحات الكبيرة أعتقد أن هذه خطوة ناجحة وأنا سعيد لهسام لهذه الخطوة طيب أنا عايز أوف لحظة عند قدراته الشخصية وأنت تحدثت عنها بإشادة كبيرة جدا النادي الأهلي بعيدا عن كل الأندية اللاعب لها وسام أبو علي بحسب ما أنت تعلم أو لا تعلم يعني فالأهلي له الشعبية الأكبر في مصر وفي الوطن العربي وفي الكرة الأفريقية والضغوط دائما تكون كبيرة على كل اللاعبين هل وسام من نوعية اللاعبين التي تتحمل هذه الضغوط الكبيرة خاصة مع كامل احترام لكل الأندية اللاعب لها مش بحجم الجماهيرية الخاصة بالنادي الأهلي نعم أعتقد أن وسام سيتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد بالطبع هو لم يجرب ضغطا كبيرا مثل هذا من قبل في الأندية التي لعب لها لا يمكنك أن تقارن الأندية التي اللعب لها أو أفضل دوري في الدنمارك بالضغط الذي يمثله له الأهلي الآخر ولكن مهاراته الشخصية هي جيدة جدا كعالمسال الإنساني وهو وهو رائع جدا في هذه الأمور الشخصية يستطيع أن يطور نفسه وينمي نفسه وهو مستعد على ما أعتقد لهذه الفرصة لأن هذا تحدي واختبار كبير جدا له أن يكون في نادي كبير كهذا ولكن أنا واثق في مهارات وسام وواثق أنه بمهاراتي أيضا في كرة القدم سيؤدي عملا كبيرا معكم ترجمة نانسي قنقر